اشتركوا في القناة يعني اسرائيل فاهمة انه اذا ايران حققت نفوذ في المنطقة رحت انا يعني هي اسرائيل بشانة فاهمة اسرائيل هالكلام اخطر دولة عليها ايران لان هالبديل اللي الغرب بده اياه خصوصا انه غرب مهم مختلفين ما انت شايف بظل الناس انه هياك شايف اليهود اللي بينجح قاعد في اغلبية المقاعد اليمين واليمين متعادي ومش قادر يتفق هاي اربعة طب بقدر اليمين يتفق ويكون مش قادر اذا ما عدش القضية تسار ويمين فقط عداء فقط يسار ويمين اليمين نفسه مش قادر يطيق بعضه اعداء شديد طيب هذا هذا بيأكد انه معناته نقدرش نعتمد على هدول بالنسبة للغرب نقدرش نعتمد على هدول آمه والله سبحانه تعالى قال وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الى يوم القيامة قانون لا يوم القيامة طيب فبالتالي اشي طبيعي انه اسرائيل وساسة اسرائيل والمفكرين يدركوا انه ايران يجب منعها بس ما بتقدر اسرائيل فيه قوة مختلفة في المنطقة فبتيجدها مرات بتقصف هون وبتضرب الايرانيين هون وبتقوم كون انتبعت على كيف هي ما بدها يعني حتى اسرائيل مستعدة تتفاهم مع بشار اذا بكرش الايرانيين باستعدة تتعامل مع روسيا وبشار انه بس طلعونا الايرانيين اسرائيل بدهاش انه يكون في قناعة انه الايرانيين لهم لهم الدور القادم وانه اسرائيل انتهت فالعداء انا قناعتي هذا ليش لانه فسر فسر ليش انا جبت هذا الكلام وين اسرائيل صارت في نظر الغرب والتصريحات والتفاصيل وكيف انه الشيعة ساعدوا هم اللي دمروا اصلا هم اللي دمروا هم اللي دمروا هم اللي دمروا طيب وبالتالي اه الان فالعداء حقيقي ولانه العداء حقيقي هم معنيين بعنش بساعدوا ولا لا هم معنيين يساعدوا اهل غزة لانه يا احنا يا هم شو يعني يا اسرائيل يا احنا ينتبه المسلمين لهذا الموضوع ينتبه المسلمين لهذا الموضوع والقادة في غزة استفادوا منها اه اما القادة خليني اذكر انا اشي وهو انا يعني عفوا غير متحيز الا للمؤمنين تمام وتحيزي للمؤمنين لا يمنع اني لما اشوف غلط اقول هاي الدروس هاي موجودة بدنا ننزلها من من التسعينة لليوم طيب اسرائيل بعد قصة حادثة مقتل جندي اجت اجعل وكا وكترابين اصدر اوامره للمخابرات لمه اربعمائة انسان بدنا نبعدهم يعني كردة فعل على مقتل الجندي هنا المخابرات والجيش الاسرائيلي لما اجعل على البيوت واعتقل اللي لاحظ اذا جاي لانسان ما وجدوش ما رجعش ليش لانه بده الان يجمع لمة مين هاللمة كانت هذه اللمة كانت من ناس مسجنين يعني موجودين في السجون في غزة وفي الضفة يعني جاهزين يتنقوا من بين المسجن بس بدهم ناس برضو من اللي برة الى اخري اخذوا اشكال والوان تمام صح اغلبية كانت من المبعدين من حماس الغلبية ولكن كان مثلا في خمسين شخص من الجهاد مثلا كمان وفي الاول ابعد واحد مسيحي كمان بعدين قالوا اغلطنا ورجعوا تمنتاش وتسعتاش المهم هذا لما صار في هون جيد الفة انتباههم انه شو شو يعني شو يعني انه اسرائيل لاول مرة تجبر انها ترجع المبعدين مبعدين رجعتهم بعد اكم يوم هذول قالوا انه اخطأنا ابو تسعتاشر واحد رجعوا المبعدين 415 طيب وبعدين فيما بعد صار في 101 بعد 6 شهر والباقي المبعدين برجعوا بعد سنة تمام طيب شو اللي اجبر اسرائيل ترجع اول مرة بترجع مبعدين هي مش اول مرة بتبعد اه لانه يا سبحان الله دقق معي اجا الابعاد هم على فكرة بقولوا كثير انه الابعاد في 17-12 1992 غير صحيح هفكرة هم قرروا قرروا الابعاد 17-12 1992 وادخلونا ادخلونا لبنان في صباح فجر يعني 18 كان يوم جمعة اذا الابعاد تم في 18-12 1992 طيب شو اللي خلاهم يضطروا بعدين يرجعوا لانه شوف انت بلاحظ 18-12 ايش يعني يعني كمان اكم يوم اعياد الميلاد عند الغرب والمسيحية العالم اللي كل نظرهم وين في الارض المقدسة شوف التوقيت ويضل الله الظالمين اثنين انت بتعرف انه انت الخابات الامريكية بتكون اظن بتلاتة احداش فكان بوش بوش الاب ساقط في مواجهة كلينتون يعني مين اللي بد يكون كلينتون وبوش الاب انتهى معه شهرين الان فاحنا لما ابعدنا كان ضمن الشهرين اللي فيه المين بوش الاب والتمانين في المية وقتها من اليهود كانوا مصوطين لكلينتون وبوش الاب الان حر شهرين بتصرف زي ما بده فيش لوبي الان يشتغل فيه فتصور لأول مرة امريكا في مجلس الامن تبادر الى اتخاذ قرار برجوع المبعدين ثم بعدين صاروا يهددوا بالبند السابع اذا ما برجعهم وذلك الان السي ان ان اجا باجهزته شوف قدش السي ان ان اجا باجهزته وين في مرجع الظهور قعد في المخيم اسبوع ويبث والعالم كله ضج فيه يخرب بيتهم مش مدركين انتم اخترتوا الجو غير المناسب عندكم رئيس امريكي مهزوم وتمانين في المية منكم معطين كلينتون ولذلك وين تنفسوا صعداء لما استلم كلينتون عمل ما يسمى بالصفقة هو القرار مجلس عمل موجود ومصادقة عليه الولايات المتحدة طيب عمل الصفقة مع حتى يعرفوا انه انه سياسات كيف تشتغل مرات هايو هاجو الديمقراطيين كلينتون وعمل صفقة وعمل صفقة وقتها مع اسرائيل انه يرجع 101 بعد 6 شهر والباقي بعد سنة ورجعنا والحمد الله تمام طيب وحتى قبل اسرائيل مشان تغطي على ابعاد الابعاد راح ترجعت بعض المبعدين اللي كان مبعدهم قديما كمان واحد استفادوا يعني من الموضوع طيب احنا جبنا قصة الابعاد مشان اقول لك ايش يا عماد انا قصة شفتها بعيني وبقولوا هاش يبدو المبعدين انه في يوم القدس اللي بتعلن عنه ايران يوم القدس اللي بتعلن عنه ايران اجو طبعا مين اجو بقوا شو اسمه الحرس الثوري الايراني موجودين وهم في في لبنان وكان يساعدهم حزب الله طبعا اجو من من قادة الحزب الثوري الايراني ويبدو انهم قعدوا مع قادة المبعدين طبعا هم بزوروا كانوا المخيم بقدموا مساعدات بزوروا المخيم بقدم مساعدات مش بس هما كل الناس وهم قدموا ايران الحزب الثوري الايراني للمبعدين وكانوا يجلسوا مع قيادة المخيم من الاخوة بشكل ففي يوم الكدس اللي تتبنى ايران شو رأيكم تطلعوا انتم يعني المبعدين مسيرة ففعلا قرروا انه في داخل المخيم ويجي الاعلام الاعلام ويطلعوا مسيرة في داخل المخيم مخيم المبعدين تمام طلعوا المبعدين كلهم عندك اربعمائة تقريبا بشيك طلعوا ويشوف المخيم هو المخيم خيم كله في طريق اسفلت الاخره في بعض الاخوة المبعدين غلط يبدو من بعيده ايران غلط ورفع علم ايران مع العلم الفلسطيني رفع علم ايران مع العلم الفلسطيني خيادة المخيم امام امام قادة من الحزب السوري قالوا بنزل العالم ما فيش مسيرة اتفضلوا يا مبعدين وفركشوا المسيرة وامام من الحزب السوري الايراني اللي كان باعث لكل مبعد 500 دولار هذا غير المساعدات اللي كان التم شوفها وكانت علاقتهم طيبة قادة المبعدين مع ايران مع الحزب السوري ويزوروا وهم ويحكوا لكن لما شافوا هذا المشهد انه الان احنا الاعلام ويرتفع بيجي واحد برفع ايران مع العلم الفلسطيني قالوا يبينزل للاعلام وبينفض المسيرة وتفضلوا وانفضت هذا شهادة من الشهادة اللي انا شفتها يعني حتى الناس ممكن تفهم بعض الامور في السياسة طيب لذلك هما يعني وقتها زعلوا كثير على هذا اللي رفع العلم لانه خربش عليهم المسألة وعلى فكرة لما احنا رجعنا انا كنت مع الفوج اللي بيرجع اخر السنة لما بدنا نرجع وقفوا في الحد الفاصل هم هم جماعة سعر الثوري وقفوا في الحد الفاصل وقدموا لكل مبعد مصحف من هذه المصاحف اللي بيكون لفظ الجلالة بالاحمر وكانهم بدهم اقولوا يعني هذا المصحف اللي بنؤمن فيه يعني انتم مالكم يعني ما بشكل اه وانت يا شيخ بسام اخذت مصحف اه اخذت يعني اللي بدي يسترجع ومستعد مش قضية طيب طب ايش بتقول انت يا شيخ بسام في الشيعة اه انا بقولش في الشيعة بشكل عام والله عزي الحكم هيك عالشيعة قلنا اه انا كنت واضح قلت قلت انه اللي بيأمن بعصمة لحظة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعصمة 13 واحد بمان فاطمة طبعا الاعمة وفاطمة اللي بيقول بعصمة 13 واحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يأخذ منهم شرع يأخذ منهم شرع يعني بيكفي السند في الرواية توصل هذا فيه سند عندهم توصل لاي واحد من الاعمة الاثناش اللي اخرهم ال 11 مات 260 هجري وزعموا انه ابنه مختفي من يومها وهو طبعا معروف انه ما كلوشي ولاده اصلا طيب وبنتظروا لليوم معصومين وقولهم شرع لا اللي بيقول هذا الكلام هذا كافر هذا كافر مش اي شيعي كافر اللي بيعمل بعصمة الاعمة وبيعتقد انهم مشرعين في تشريعه بعد نزول الكرآن وختمة والرسول صلى الله عليه وسلم في غيرهم مشرعين اللي بيقول وانا باعرف طبعا انه الاثناشرية بجزء 95% منهم بقول اكصد من علماءهم اما والله العوام الله اعلم بجزء مجداريين شو الطبخة اصلا خلص اسلام وقرآن وما بدريش فغير صحيح اني انا بكفر الشيعة بالمجمل ثم اللي بنشوفه من علماءهم على اليوتيوب وغيره وبدخل مواقعهم ايش الكفر يا ما فيه كفر كنقول لك طيب ما هو فيه فيه سنة كفار ما هو فهمنا ما هو فيه فيه سنة ناس اه منكفرهم طبعا نقول له كيف فيه فيه ولا هو يعني فيه ضمانة واللي بتولده امه سنة وانا هاي سنة بكرها مسلم ومش مسلم وخلصونا يا انتو مسلمين يا مش مسلمين شو اللي خلاكم ايش شيعي واش سني فيش هذا الكلام كله كلام كله كلام اذا بتأمن بعسمة الامام وانه مشرع طب تقول لك ما فيه بعض الطرق بتقول بعسمة اه انا قلن لك مؤمنين تمام اه هذا اللي بقوله ولو ايران حررت فلسطين عفكرة واجو قالوا لي ايا شيخ حررنا لك اياها شو يعني ما هي ممكن بريطانيا تحررها مثل ما ضيعاتها ما ش قضية هاي اذا اختلفت السياسات ما هي اسرائيل اصلا مروحة انتو البديل انتو البديل فبدي الناس يفهموا هالكلام مشان ما يصيرش فيه لوك له القضية هاي وانا على موقفي من قضية ايران مش كشعب ايران اصلا متسلط عليهم الكهنة ليش مشوفناش المظاهرات وقتل الناس المظاهرات وقتل الناس وليش مين بقتل اللي بسموها العرب الشيعة اللي هم ضمن سلطة ايران مين اللي بقتلهم وبتطهدهم ومين اللي اصلا الفرس اللي بحكمهم الاقلية الفرسية اللي بتحكم في ايران انا اقول دائما الكهنة لانه في ناس مش فهمين يعني مثلا واحد زي احمد الكاتب كيف انا بدي اكفر هذا الرجل احمد الكاتب كيف بدي وانكن طبعا بختلف معاه في السياسة تماما لا هو مؤيد طبعا للخميني وغيره مش قضية في السياسة اذا بنخلف في السياسة مش قضية احمد الكاتب النسف العقيدة الشيعية كلها وهو شيعي وبيصر انه شيعي وبصر انه شيعي النسف العقيدة الشيعية ولا يزال على فكرة ايلو 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 على اليوتيوب مقاطع قصيرة قصيرة بين سفر عقائد عندهم وبناقش طبعا ولمني قال لاني انا بكفر الشيعاء لا يخوي ما بكفرش الشيعاء انا بكفر اللي بأمين بالشيء اللي انتي أبطلته انت بتقول انت ابطلت انه في ائمة اصلا وانهم معصومين وابطلت انه كذا هذول اللي بقولوا انه هذول مشرعين انتي اصلا قلت في كتابك اللي هو تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى الولاية الفقهية انت قلت انه في بعض الائمة اللي بقولوا ائمة بعضهم اتهمهم انهم بيذكروا انت قلت ها هذول مشارعين اذا قالوا كلام يعني السند اذا وصل لواحد منهم او للرسول واحد هذا فبالتالي اني فلسطين واني عاطفة في اتجاهها طيب بدنا نقعد احنا نقبل انظرنا مخدوعين ما هو مستعد روسيا ممكن تحررك اذا بدك انت بس عشرت اعطيها يعني تصير هي السيدة في المنطقة اعطي روسيا بتصير اقرب لك من ايران بالقوة العسكرية وروسيا عفكرة مش زي ما الناس بتصوروا قوتها مش هذا القضية طيب قد اشترنا يا عماد اتنين وخمسين خلينا اذا في الاخير يعني هاي بتصور انه الامور واضحة ويا عماد